أرسل الله نبيه موسى عليه السلام إلى فرعون بعدما على في الأرض وبطش بطائفة من أهلها فأذلهم واستعبدهم وصار من المفسدين فما كان من فرعون إلا أن توعد موسى عليه السلام بالقتل إذ خوفهم عذاب الله تعالى وتحداهم بآياته كاليد والعصى والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وغيرها فأخبر موسى قومه بأن ربه حافظه وأن عليهم ألا يجزعوا من مناوأة فرعون لهم وأن يعوذوا بالله تعالى من كل ما يفضعهم وقيض الله عز وجل لموسى عليه السلام ظهيرا من آل فرعون رجلا كان يكتم إيمانه بما جاء به موسى فأظهره وراح يدافع عن موسى عليه السلام مواجها طغيان فرعون بقوله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ثم قال لهم مقالة تدل على حسن عقله ولطف دفعه عن موسى وتقنع كل عاقل قال وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ولما توسم الرجل نهوض حجته بين قومه وأنها داخلت نفوسهم أمن بأسهم وانتهز فرصة انكسار قلوبهم فوعظهم وقال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا وبعد استرساله في دعوة قومه بالحكمة والموعظة الحسنة ونصحه إياهم بالعديد من النصائح ما كان منهم إلا أن أعقبوا موعظته إياهم بدعوته إلى التمسك بدينهم والإقلاع عن إيمانه بموسى عليه السلام فأنكر عليهم ذلك بقوله ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار فلما أيس من إيمانهم وتوقع أذاهم أعلن في ختام حواره توكله على الله تعالى وتفويضه الأمر كله إليه فقال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولأن التوكل الصادق على الله تعالى وتفويض الأمور إليه سبب للحفظ والوقاية من كل سوء فقد حفظ الله تعالى هذا المؤمن الكريم ونجاه من أضرار مكرهم وشدائد كيدهم لما أرادوا أن يمكروا به وأن يلحقوا به الأذى قال تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب شكرا